موسيقى 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 اليوم حدثتكم عن سيدنا الشيخ الشعراوي وقدّص الله سره شيء مبكي الناس معظمها لا تعرف على فكرة أن الشيخ الشعراوي وقدّص الله سره الكريم وكان تقريباً يعني تعرف أنت وولد سنة 1111 وراح على الجزائر في الأستين يعني تقريبا ثلاث وخمسين سنة صح ثلاث وخمسين سنة كبير في السن شيخ بعد الخمسين شيخ يسموه الأولى العربية شيخ هو كذل ثلاث وخمسين سنة ذهب على رأس بعثة الأزهر إلى الجزائر واشوف الخصة العجيبة ما كان يريد أن يروح هو أبدو سنة مصر أقوله مصر فسنح له في منام شيخ وقور جميل بلحة جميلة قال له يا شيخ متولي لماذا؟ انت عازف عنه ولا تحب أن تأتي تعال عندنا تعال عندنا أقول الله هذه رؤيك أنا حق أنا حروح الله خار لي أن أذهب إلى الجزائر وراح إلى الجزائر هو رئيس البيعثة الأزهرية إلى الجزائر وفي يوم الأيام أول موصل في الفترة الأولى كان فيه مؤتمر رئاسي في قصر رئاسة تخيل وحضرين وعلماء ومفكرين وصحفيون وهو جالس الشيخ الشعراء الشيخ الذي رأى في المنام هو نفسه أول مرة أشوفه في حياته فقلنا ضرت إليه فابتسم وقام لي وهرعت إليه طبعا أكيد بكاءهم اثنين أهلا بك قال له هو دعاه وهذا الشيخ هو سنين الشيخ الشعراء ولد 1111 وانتوا تعرفون النفس تطيب وتسمح أن يكون شيخي أكبر مني آه واحد أكبر من بعشر لشين ثاني آه شيخ نال واحد أصغر مني إنسى واحد قدي ليش صح؟ هذا الخبث النفساني النفس الوسخة واحد الشعراوي إمام من أئمة العصر هذا رجل نادر هذا ليس إنسان عادي ليس عالم عادي الشعراوي رحمة الله عليه عالم عالم يعني هذا مش هيك حيلة ما كذا عالم كبير واعترب به رحمة الله عليه مباشرة قال له انت شيخي وأنا كنت أطوف قال له بشرق البلاد وغربها أبحث عن مثفق قال له وجدتك يا شيخي أخذ منه الطريقة وصار شيخه اللي هو سيدي وسيدنا محمد بالقايد الهبري الحسن الإدريسي قدس الله سره أهل جزائر بالذات بعرفوه يمكن يمكن قليل من سمع بهذا الشيخ الكبير اليوم على رأس الطريقة ورأس الزاوية ابنه الشيخ عبداللطيف قدس الله سره وابنه نور قش انت على اليوتيوب وكتب الشيخ عبداللطيف بالقايد نور نور وشوف الزاوية بالقايدية هذه وشوف الدروس عندهم وشوف الناس بتشوف السكينة والوقار والأنوار والصدق والإخلاص وطبعا سيدي محمد بالقايد هذا كان عالما كبيرا متضلعا في العلوم أحكم العلوم كله وشوف إذا له من شيخه في الحديث آخر الحفاظ أحمد ابن الصديق الغماري شيخه في الحديث عالم كبير كان برضو ومجاهد كان بيته مثوى المجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي هذا صار الشيخ مولانا الشعراوي وتشوفه حتى بتشوفه عن نت مولانا الشيخ الشعراوي قدس الله سره كان إذا جلس يجلس بين يديه على الأرض وعمره ما جلس إلى جانبي يعني أنا مش تحيل مع أنه في مثل سني بالضبط 1111 1111 الشيخ الشعراوي ودائما يا أستاذي ويا شيخنا ويا شيخي ويا إمام العصر يقول له ويا إمام الدنيا طيب من يسمع بسيدي محمد بالقايد قل الله فقط في المغرب العربي والجزائر بالذات الشعراوي الدنيا كله تعرف من هو الشعراوي أنهاش علاقة وشوف العجب وشوف الجمال الجمال العلم الرباني وجمال المحبة في الله والطريق إلى الله اللهم اجعلنا أي من أهل هذه الصفات مع العافية التام يا رب العالمين أي نعم شوف الشيخ محمد بالقايد قدس الله وسره استجاز تلميذه والشيخ الشعراوي قال له أنت في عندك إجازات في العلوم كذا كذا أعطيني إجازة فبرضو صار تلميذة آله شوفته من جهة أستاذ ومن جهة تلميذ أنا أستاذك في الطريقة وإنت بتعطيني إجازات في العلوم أنا ما عندي فيها إجازات من هذه الطرق أكيد عندهم طرق أخرى بس من هذه الطرق أعطينيها كل هو طلبا للخير فقط ليس طلبا للمظهرة والتمييز وأنا وإنت ما في الكلام هذا عندهم أبدا وشوفوا نهاية الشيخين الجليلين شيء لا يصدق 1998 الشيخ شعر المهات صح؟ 1998 قدس الله ستلقوها على اليوتيوب شوفوها شوفوها المنير يبعث رسالة صوتية ومسجلة إلى سيدي وشيخي الشيخ محمد بالقايد يقول له يا سيدي مع الكلام أني أنا ما قصرت في زيارتك عن خاطري أو برضايا أبدا وإنما يطلب الزيارة من يغيب عن محبوبي ويعلم الله أنت لا تغيب عن خاطري لحظة معاي باستمرار شيخه وليدلوا على الله دخلوا في الحضرة ليس علموا البلاغة والفلسفة دخلوا في الحضرة إلهية هذا ما بنعرفه ما تربنا عليه الأسف ضاعت الأمة ضاعت الأمة قال له وأنت يعلم الله لا تغيب عن خاطري لحظة شيخ شعراوي قال له وإذا صدق الود حمل فراق البعد ويا شيخي نحن تحاببنا في الله نحن تحاببنا في الله ومن تحاب والحب في الله قال له يعني لا تؤثر فيه الأزمنة المتباعدة يا الله ولا الأمكنة المتشددة لو أنت حبية واحد في الله مئة قبل ألف سنة بغض النظر هو من ألف وانت الحيني وفي ناس أرواح الصلحاء والعلماء قبل ألف سنة تربيهم وتهديهم بإذن الله تعالى في صدق في صلة قال له وانت في عصي طيب بس في مكان آخر ألهاش علاقة انت في الجزائر وأنا في مصر ما لهاش علاقة إحنا وفاحد لأن تعببنا في الله الحب في الله يقرب البعيد ليس كذلك؟ ويسهل الصعب ويؤلف بين المختلفات ويقرب بين المتشتتات الحب في الله شوف يا أخواني جملة واحدة بس ما يبدأ أفصل عشان ما يخوش فلسفة وكذا بس هد بتلووها عشان تفهموها بعمق لو قرأتم تراث سيدنا ومولانا عبد الواحد يحيى لأنه جنوه حدثت عنه بترسة ذاك شيخ مولانا شيخ الأزر عبد الحليم محمود هذا شيخه كمان الفرنسي اللي أسلم وأخذ الطريقة طريقة شاذلية الفلسوف العارب بالله ليه جنوه عبد الواحد يحيى قال لك المسألة بسيطة جدا الله تبارك وتعالى اللي هو قصد الروح وغاية الروح ووجهة الروح يوحد هو الواحد الواحد يوحد أي سعي صادق يوحد المادة عكس السماء عكس الروح المادة الدنيا تقسم وتفرق لأن طبيعتها الانقسام المادة تعرف الذرة والسبعة وما يكون ولذلك إذا اعتمدت على المادة واستندت إلى المادة يتقسم كل شيء يتقسم فقط تعرف من أهل الوحدة ومن الما بينه هذا النزاع اللي هم في طريق الله السائر إلى الله يتحد ما كل السائل زيه ما في خلاف قال له هذا مع كلمة وبعدين قال له يا شيخي ودعالوا وأن يكون إمام العصر وإمام كذا ويا شيخي وأسأل الله أن يجمعنا في عالم الأرواح بعد عالم الأشباح وكذا فغصة الرسالة لسدي بالقائد ما قال قال الشيخ الشعراوي ينعى إلي نفسي هموت بعد شهرين من الرسالة يتوفى الشيخ الشعراوي بعد شهرين من وفاة الشيخ الشعراوي يتوفى الشيخ بالقائد الشعراوي كان حاس وعرف أنه خلص لا يوجد فرصة نتلاقي في الأشباح الآن قريبا سنلتقي في الأرواح أنا وإياك ولقاء هذا خلاص أبدي بعوني الله تعالى أبدي لا ينتهي ما هذا؟ أين هذا؟ عالم آخر صار العلم عنا والدين المشيخة صار كله مصالح وإيدولوجيات وسياسات وأفكار ودول ودفع ومدفع هذا شيء رهيب رهيب الدين دين راح نسأل الله أن ينقذ هذه الأمة سينقذها حتماً هذا دينه هذه أمته إن شاء الله لكن نسأل الله أن نكون من أهل السعادة اللي الله واتسر بالحق وبالحقيقة ونسلك الطريق الصح بإذن الله تبارك وتم اشتركوا في القناة